السلام عليكم طلاب الصفة السادس للتزائي النهاردة إن شاء الله هنأخذ درس الدرسات التاريخ ثورتها 25 يناير و 30 يونيو هنتعرف الأول على أحوال مصر قبل الثورة هنقول لك أن بعد اختيالها رئيس السادس تولى نائبه الحكم محمد حسن المبارك والطمامة حكم البلاد عام 1901 تحد 11 فبراير 2011 أشهد البلاد مرشوعات دنيا تحتية من شاء متر الأنفاء إلى جانب التوصح في المزارس من جدر الجديدة ولكن بسبب العديد من التجاوزات ساعة أحوال البلاد يبقى أحوال مصر أن بعد اختار السادس تولى مبارك عام 1881 لحد 11 فبراير وساعة أحوال البلاد وكان فيه برضه مشوعات بنية تحتية يوماته تمام كده؟ نحن نتعرف على أثباب الثورة نكتب سؤال هنا في الكتاب صفة 54 بما يتبصر قيام ثورة 25 يناير أن كان الثورة العديد من الأثباب سؤال الأوضاع الأقصادية والاجتماعية والصلاحية والتعلمية انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة وتسجيل الانتخابات وسيضع الحزب الوطني على أغلب المقاعد تمام كده فأدى لقلوها من الأعزاب المعارضة ممكن نكتب هنا سؤال ما المقصود بالحزب السياسي مجموعة منظمة من الأعضاء تشترك في وضع برامض محددة لتحتين شؤون الدولة السياسية ومقتضية مجتمعية بتحديد مسئوليات الحكم مجموعة من الأعضاء تشترك في وضع برامض محددة لتحتين شؤون الدولة السياسية ومقتضية مجتمعية بتحديد مسئوليات الحكم ثم نتعرف مع بعض على أهداف الثورة أهداف الثورة يقول أن تركزت أهداف الثورة على تحديد الكرامة والفرية والعدالة للمواطن من خلال فعار عيش فرية عدالة اجتماعية أحداث الثورة امتشرت فحباية دعوات على شبكات التواصل والإثمان أصول بها الفيس بوك للخروض بتظاهر سلمي 25 يناير 2011 تلاحن قوة الشعب أمام المختلفة ومشاركة الملايين اشتعلت المظاهرات في مدينة تحرير والمدينة العامة بمحافظات بلع النظام أو قطع النظام الحاكم جميع وسائل للاتصال الاجتماعي والتليفونات والإنترنت واستخدام العمق أدى لسهول أحوال الأمنية ومحام السجون وقرار المزمونين نزول الشعب مع قوات المسلحة ومشارك الشوارع والمدينة العامة لحماية الأرواح من خلاكات المنشآت تشكيل المواطنين لجان شعبية في حماية المواطنين والمنازل والمؤسفات العامة أدى ذلك لأسقاط الرئيس من نظام الحاكم وقد ساعد على مدينة حول 25 ينار اتمينام الجامعي ولماء قوات المسلحة المؤيض لمقامل يبقى أحداث ثورة انتشار دعوات للخروج للتظاهر السلمي في مدينة نسل 25 ينار 2015 أدى لتلاهم قوة الشعب ومشارك الملايين اشتعال المظاهرات في مدينة التحرير والمدينة العامة قطع نظام الحاكم المطالب لاتصال التلكونات والمتونات استخدام العامة سوء الحالة الأمنية ومشجع لأفتحان السجون نظر القوات المسلحة وانتشارها في المدينة العامة والمنشآت تشكيل المواطنين لجان شعبية مادة المواطنين والمنازل من ثقات الرئيس في مدينة العامة وانتشار الناس بمإمان الجمهور المؤيد حتى نتعرف على نتاج الثورة لم يكن تحقيقه من النتائج من النتائج ثقات النظام السياسي وضع خطة زمنية لإجراء المتخابات الرئيسية المبكرة وضع دستور جديد حل مجلس الشعب والشورة لإفراج عن المواطنة قليل المسلمين والسياسيين تأكيد وتدسيخ الإحساس بالمواطنة تأكيد على الوحدة الوطنية من المسلمين والسياسيين اتفاع الوعي السياسي لدى الشعب والمطالبة بحقوقه لنتيجة عدم تحسن الأحوال بعد تولي محمد مصري جمع الشعب أقارن ثورة تانية 30 يونيو عام 2013 يمكن نكتب هنا سؤال ما النتائج المترتبة على ثورة 25 مائل ثقات النظام السياسي وضع خطة زمنية لإجراء الخباب مذكرة حل مجلة الشعب والشورة يتراج عن المتقاليم السياسيين والمزنونين تأكيد وترسيخ الإحساس بالمواطنة تفاعل وعي السياسي لدى الشعب نتيجة لعدم تحسن الأحوال أدى لقيام ثورة 30 يونيو عام 2013 طب لما نتعرف سأبدأ على ازداد ثورة 30 يونيو أولا التمرار هو الأحوال الاقتصادية والاقتماعية لم تقدم السياسات الجديدة حلولا لمشكلات البعاية من الشعب ازداد الأصوات المعارضة والمطالبة بإجراء انتخابات عائسية مبكرة أسباب ثورة 35 يونيو عام 2013 استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية والاقتماعية لم تقدم السياسات حلولا للمشكلات ازداد الأصوات المعارضة للحكم والمطالبة بإجراء انتخابات عائسية مبكرة أحداث ثورة 25 يناير تزداد أعداد المعارضين وقابة المظاهرات وحدثت اشتباكات بين المعايدين والمعارضين محمد مرسي وتدخلت القوات المسلحة الفاظر عن الأمن ودعت حيام مصالحة تصيب الوئيس والمعارضة خلال الأسبوع رفض الرئيس الموافقة على إجراء انتخابات العائسية مبكرة كما رفض الرئيس المعارضة تجمعت أعداد هائلة من الشام في المعايدين والشغير عام 30 يونيو مطالبة بالترهيب نتائج بعض ثورة عضل بئيس محمد مرسي وتفليم السلطة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين إجراء انتخابات الرئيسية مبكرة تعديد دستور 2012 وصلوا دستور يناير 2017 أفض انتخابات الرئاسة وفوز الموشعة الدفتاح التيفي وبدأت فترة جديدة في تاريخ مصر لتحقيق أمال وطموحات الشعب فترة ينعم بيع بالديمقراطية والرفض يبقى احنا لو عايزين نعيد الجزء كده كله ثورة 25 يناير أحوال مصر قبل الثورة ان بعد اختاله وإستداد تولى نائبه مباراة الحق واستمال حد 11 فبراه 2011 وشاردت قطع مشروعات الدنيا تحتية وإنشاءة الانفاء ومدالة جديدة ومدن ولكن ساعة أحوال البلاء بسبب تجاوزين أثبات 25 يناير سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعلمية والصحية منتشار الفساد تزويل الانتخابات ساعتات الحزب الوطني فأدى لكلها من المعارض طب يعني حزب السياسي مجموعة منظمة من الأعضاء تشترك فضع برامض تحسين سوء الدولة السلسية المفضلية أهداف الثورة ما أهداف الثورة تركزت أهداف الثورة قرامة والحضرية والعدالة أهداف الثورة تشعر دعوات للتواصل للخروج تظاهر سلمي في مدين مصر 25 يناير 2011 تلاحم قوة الشعب لمشاركة الملايين اشتعال المظاهرات في مدينة التحرير ومدينة العامة قطع النظام الحاكم جنيع وسائل اتصال التلفونات والمترنت في استخدام العم حصول حالة الأمنية بالمجتمع مؤدى لفرار المسلمين تظهر القوات المسلحة في الشوارع والمدين لإحماية الأدراح المتلكات تشكية المواطنين لجان شعبية لإحماية الأدراح المتلكات إثقاط رئيس الساعة الوزارة 25 يناير موقف القوات المسلحة المؤيد للجميع ما تم تحقيكم المنزات إثقاط النظام السياسي وضع خطة زمنية للجلوانتخابات مبترة حل مجلس الشعب وشهورة اترضى عن المتقلين تأفصيخ وضع كيد المحتاف المواطنة تفاعل وعي السياسي ولكن نتيجة العدم تحفظ الأحوال أدى تقام ثورة 30 يومين أسباب الثورة استمرار الأوضاع أن السياسات لم تقدم حلول تزد أصوات المعارضة ومطالبة بضع انتخابات مبكرة تزداد أعداد المعارضين مطالبة بانتخابات والمظاهرات وحدثت اشتباكات بين المعارضين والمعارضين بعد ذلك ادخلت القوات المسلحة وقد أدى القيام المسلحة القيام المعارضة خلال أسبوع بعد ذلك رفض الواقع الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة تجمعت أعداد تشارة مالين أدى لثورة 30 يونيو النتائج الثورة عز وعيس محمد مصر تسليم السلطة المستشارة عدلي منصور رئيس من محكمة سوريا العليا إجراء انتخابات مبكرة تعديل سورة 2012 وصدود سورة 2015 وعجب انتخابات الرئاسة بدأت فترة جديدة تحضير أمال الزبعات شكراً 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 شكراً